حبابي الحلوين اليوم قصتنا كل شيء قوي بس من اللي قلبكم يحبها عن الود والبنت اللي مش بيطقوا بعض بس عارفين احنا اخرتهم هيقعوا في ارابيس بعض فيلا بينا نشوف حكايتهم بتقول ايه بيبتدي مسلسلنا بخطوة بطنة سيو رئيس شركة ماكس اللي هي واحدة من اكبر الشركات في البلد وبنت من عائلة غنية برضو واسمها جومان واللي سبب خطوبتهم هو اتفاق بين جده وجدها من زمان يعني يجي 20 سنة كده انهم يجوزهم لبعض بس جدها مات وجده فيد المسر انه يجوزهم لبعض عشان يوفوا بعضه ولصاحب الله يرحمه بس بطنة مكانش بيحبها ولا بيطقها اصلا وكان واقف مش طيق نفسه في يوم الخطوبة فهي قالت له احنا متفقين من زمان على الموضوع ده اعد البوزك شوية فهو قال لها تهدي شوية انا عارف ان انت مش عايزة تتجوزين عشان سواد عيوني انت بس عايزة اسرار الشركة بتاعت عائلتي وقاموا مسكين في اخناق بعضه قدام الناس وما فيش كام يوم بعد الخطوبة بتختفي جومان خالص في الظروف غريبة وما حدش بيعرف يوصل لها وبعد ست شهور من اختفاقها جده حالته الصحية بتبقى اسوأ يوم بعد يوم بس ما بيرداش انه يعمل عمليات ولا ياخد ادوية قال ايه لازم اشوف حفيدي بيتجوز الاول ولازم ترجع جومان وإلا هقعد كده لحد ما موت وعشان كده سيو كرر يعمل كل حاجة عشان يدور عليها وفي مكان تاني مختلف تماما بتكون في بنت فقيرة حظاها في الدنيا مش قد كده اسمها ماي اللي تبنىها راجل محترم وربوها لحد ما كبرت بس ما طولش يعني ومات بعدها وبقت مضطرة تعيش مع امراته وابنه اللي مشغلينها عندهم خدامة وكل يوم الصبح لازم تعمل لاخوها اللي مش اخوها دفطار وبعدين يكل الفطار بتاعها اصلا يعني حاجة في كمة التناحة بطلتنا ماي بتشتغل في كافية تبع لشركة ماكس اللي كانت فاكرة انه هيساعدها في انها تنسى قرى في البيت شوية وترتاح من الناس اللي ما بتحبهاش بس طبعا انا قلتلكوا ان حظاها في الدنيا مش قد كده هي كانت كل معجب بيها في الشغل وكل حاجة كانت تمام بس كانت بتشتغل معاهم بيت بصرم كده ما كانش عاجبها الحوار ده فقعدت بقى الدقيقة يعني وهي بتكنس بتقوم ترمي حاجات في الارض ولما توطت لماها بتضلق عليها معرفش ايه اللي كانت بتشربه ده واول ما ما اتكلمت هبت فيها وقالت لها انت فاكرة نفسك مين انت ما تعرفيش ان حبيبي هو مدير المكان وبعدين بيقف الكل في صف البنت دي وبيزعقوا البنتنا الغالبينة فبتسكت وبتاخد حاجات توصلها للشركة وفي طريقها هناك بقى بتغبط في واحد وبتوع منها الحاجة وبيطلع سيه اللي بيتفاجئ لما بيشوفها وبيوقفها وبيناديها باسم جمان خطبته وهي بتبصله كده اللي هو ماله المجنون ده وبتقوله انه غلطان في الشخص وبتسيبه وتمشي واول ما بترجع بنتنا الشغل بتلاقي مدير الكافية قاعد مع حبيبته الحربية وتجوم الزريف كده وفعلا مجرد ما بتقرب منهم بيقولولها ان الهانم ضيعت الرش بتاعها وان ده عمر ما حصل قبل كده وانت جديدة فاكيد انت اللي خدتيه فبنتنا بتدفع عن نفسها بس بيمسكوا فيها وبيجيبوا شمطت عشان يفتشوها وهنا بتقوم الحربية وبتقولهم انا اللي هفتشها بنفسي وبيتخانقوا على الشنطة لحد ما بتقع كل حاجة فيها على الارض وبيلقوا الرش بتاعها فعلا فالمدير بيتحمقوا بيقولوا تسله بالبوليس وحبيبته بتقوله لا ده روجي يعني اتردها بس وخلاص وفعلا هي كانت بتلمي في حاجتها وهتمشي بس بيدخل عليهم فارس الأحلام اللي هينقذها من الموقف وبيوطي ساعدها وبتقوم وبيفضل يفصص في وشها كده وبعدين قال لها انت فعلا شبهها فهي بتستغرب وبتقوله شبه مين فبيقولها عروستي وكل اللي في المكان بيتخضوا وبعدين بيبص على كل اللي موجودين وبيقولهم احكوا لي حصل ايه ما هو رئيس المكان بقى فبيطلع واحد من الموظفين وبيقوله انه شاف البنت الحربية حبيبة المدير بتحط الرش بتاعها في شنطة ماء عشان تقول انها سرقته وتطردها وهنا المدير سبحان مغير الاحوال ام لاسع حبيبته ألم وقالها ازاي تعملي كده وبيتخانقوا فاسيو بيتمنشهم وبيقول لما يتيجي معاه وبيروحوا شركته وهناك بيعرض عليها تمثل انها خطبتوا لمدة شهر عشان هي شبهها بالزبط وهو في المقابل هينفس كل اللي هي عايزها فهي بتستغرب وبتبصله بتقوله انت عبيت يا ابني ولا ايه انا مش هعمل العبط ده وبترمي العادي في وشه وبتجري وهي طالعة من المكتب بيقولها ان ده عرض مرة واحدة وهي هتضيع الفرصة من ايديها بس هي بتطنش وبتمشي وهنا بيكون وقف الود ده واللي شغال معاه وبيقوله اجري وراها فقال له انت شافي يعني اخلص روح وراه وما ترجعش من غيرها وبترجع ماي البيت وبتسأل امها لو يوم ما تبنوها كانت لوحدها ولا كان عندها اخت بس الست دي ما بيتخدش معاها لحق ولا باطل وقالت لها كان كفاية علينا انت معرفش حاجة ومشي من وشي تاني يوم بتروح تشتري فطار وبتلاقي ده وقعد مستنيها طول الليل فبيصعب عليها وبتديله الاكل اللي كان في ايدها وبتقوله ما يضيعش وقته ويروح ينام هي مش موافقة خلاص وبعدين بترجع البيت وبيتخنق معاها عشان ما جابتش اكل والباش اخوها جعين فبتقوله منه كبير ويعرف يعمل لنفسه اكل مش لازم يقرفني يعني وبتكونها تمشي بس مويتها بتوقفها وبتقولها انت مشي المفروض تكوني في الشغل فقالت لها ناسا بيته وهي قالت كده من هنا ومصورة وفتحت وشها من هنا قعدت تهزقها وتقولها احنا من ساعة ما بوكت بناكي واحنا صرفنا عليك كتير ودلوقتي يا خوكي محتاج فلوس عشان يتعلم انت ازاي انا نية ونكرت جميل كده وكلام من ده كتير قوي يعني فهي بتسكت وبتسيبها وبتدخل قدتها وبتعود تفتكر ابوها اللي مات وسبها وازاي انه كان راجل طيب وبيعمل لها كل اللي هي عايزة وبيخاف عليها وعلى بالليل بتخبط عليها امها وبتدخل قدتها غصب كده وبتقول لها انها بتفكر تبيع الشقة اللي هم عايشين فيها بس ماي بتزعق لها وبتقول لها لا طبعا دي الحاجة الوحيدة اللي بابا سبها لنا فبتقول لها انهم لو ما بعوش هي هتتسجن وهنا بتكتشف ان الولية دي كانت مستيلفة مبلغ كبير جدا بعد ما خسرت فلوسها في البورصة ما فيش غر ام البورصة دي اللي كل ستات الصين بتخسر فلوسها فيها ما علينا نرجع لمرجوعنا فبنتنا بتتعصب وبتقول لها انها ما عايش فلوس تديها لها وبتحاول تترضع من قدتها بس الولية اللي ما بتتلمش دي قالت لها انها زبالة زي ابوها ومسكت الصورة بتاعتهم وقسرتها في الارض وبتكسر تليفونها برضو فهي بتعايت وبتقول لها انها تحاول تتصرف بس من غير ما يبيع الشقة وبعد شوية بتنزل لداو واحد تاني كده من رجالة سيو بتروح معاهم فبيتصلوا بيه وبيقول لهم يلبسوها ويزبطوها عشان تبقى شبه جمان بالزبط وبعدين بيكلمها وبيتفقوا على شروط العقد والحاجات دي واني لازم جده ما يعرفش انها مش خطبته الحقيقية وإلا كده هيبوز العقد وهيوديها في دهية وبياخدها داول مكان بيزبطوها وبيعملولها شعارها وهدوم غالية وميكاب وكل اللي نفسك فيه بقى وبيقول لها انها من النهار ده هتبقى جمان وتاني يوم الصبح بياخدوها تقابل جده بس هم ناسي ونقطة مهمة جدا في خطتهم الجامدة فحت دي وهي انهم قالوا لها الجمان دي كانت عاملة ازاي ولا شخصيتها كانت ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي فطبيعي مجرد ما قابلت جده عكت حبتين تلاتة وما كانتش عارفة تتكلم وشكلها كان عبيض بس سيو كان بيحاول ينقذ الموقف والرجل عشان عجوز ما خدش يباله قوي يعني وكان مبسوط بس انها رجعت بس عشان بطالتنا طيبة وغلبانة سعب عليها الرجل الكبير وانه هيزعل قوي لما هي تمشي وما بقتش عاجة تكذب عليه ولا تمثل بس ابننا ما عجبهوش الكلام وقال لها بقول لك ايه دلوقتي مش وقت الندم خلاص اللي حصل حصل وبين عقد وكانوا بيتخان قول حد ما دخل عليهم جده ده فكان لازم يمثلوا النوم تمام وكله فل الفل عشان كده حضنها وطبعا اتفاهموا حاجة تانية بس دي الخطة يعني بعدين جده بيمشي وهو بيحذرها انها ما ينفعش تبوز الاتفاق اللي بينهم وبيرنهم بايلها وهو بيتكلم فبيلاقيه مكسوره متدغدغ فبيقولها يشتري لها غيره وبيسيبها وبيمشي وبالليل وهو قاعد مع نفسه بيفكر في ليه هو بيعمل ماي بالطريقة الوحشة دي مع انها مش جمان الحقيقية وبيفتكر ازاي جمان سرقت فلاشة وحاجات مهمة من شركته قبل ما تهرب وانا اللي كنت فاكراها غلبانة هي كمان طلعت وطية بس هو برضو كان لسه شاكك في ماي وان ازاي يعني هي شبهها كده ممكن تكون بتخدعه ولا حاجة وتاني يوم الصبح بيصحى يلاقيها هربت منه وسايبه ورقة بتقول ان في حاجة حصلت لعيلتها فبياخد بعضه وبيروح وراها وهناك بيكون الرجال اللي امها استلفت منهم بيحاولوا ياخد اخوها غصبه واتدار عشان الحاجة لسه مرجعتش الفلوس بس جات مية تدخل وسمعت امها بتقول لهم هتديهم الشقة وبتاع فاستغربت كده وقالت لها شقة ايه هو انا مش ادتك الفلوس راحت الولية اللي ما بتحرمش دي قالت لها انها استثمرت تاني وضيعت الفلوس كلها وقاعدت تلومها اصلا وتقول لها تصرفي هياخدوا مني الود اللي حالتي خربت البجاحة ايه ده بس كانوا مسرين ياخدوا الود فامها طلعت عليها وزقتها وقعتها في الارض وفي اللحظة دي بيتدخل سيوم اه جماعة مش قلتلكوا فارس الاحلام حرفيا بيدخل في كل موقف كده بماشية جام دورا رجالت ولا اجدعها رئيس عصابة المهم انه بيسألها لو دايقوها وبيقولها اني من هنا ورايح محدش مسموح لو دايقك غيري والرجالة قالوله انهم عايزين فلوس ومستيط دي واكلة عليهم فلوس كتير فسأل ماي عايزها يعمل ايه فقالت له انها تتصرف فقال لها مفهوم بس تتصرف هو وخلى داو يديه مشيك بالفلوس اللي عايزينها وشكروها ومشيه وهنا اموها بقى قاعدت تتلزق وتعرف نفسها وتعتذر وتقول لبناها يسلم عليهم بس بيطول لسانه وبيشتمها فسيو بيتعصب وبيقول لها عايزان اعمل ايه فقالت له هتصرف فقال لها مفهوم تاني ورح يتخانق معاه وقاله يعتذر لها وإيه اللي هيندي على الرجالة دول يخدوه فالوضع غصب عنه نزل على رجليه واعتذر له وبعدين لمسيه وعجبه الاعتذار اخدها ومشي وبالليل بقى قاعدوا يشربوا سوا عشان هي كانت زعلانة وطبعا عشان هي خفيفة سكرت بسرعة وقاعدت تتكلم وتقول قد ايه حظها زفت والناس كلها بتدايقها فهو قال لها ما تيلاقيش من هنا ورايح محدش هيديقك تاني فقالت له انت بس لطيف معاي عشان انا شبه جمان بس ما تيلاقش برضو انا هعمل كل اللي قدر عليه عشان امثل دورها كويس قوي وهو ملحقش يرد عليها وجات له مكالمة شغل وكان لازم يمشي بس هي نمت على كتفه فما انش عليه يسيبها او يصحيها فاخدها معاي ولما بيشوف الشغل ما بيعجبهوش وبيكون عايز يزعق للموظف بس بيلمي نفسه عشان هي نايمة وبيزعق له بصوت واطي كده يا جماعة الودة كيوت قوي ايه ده وشوية وهي بتصحب اتعايت عشان حلمت بكابوس فهو بيقول لها انه مجرد كابوس يعني ما تخفيش وانا معاك اهو رحت قالت له انت اول رجل يكون لطيف معايا كده بعد بابا فما ننساش ان بنتنا سكرانة باع عشان اللي عملته بعد كده مالوش مبرر تاني غير الهباب اللي باعيته ايوه زي ما انتو شايفين كده بعد كده تاني يوم وهي وافت تندم على عملتها سمعت جده وها بيزعق لده وعشان بيمشي بالكرس بطيء قوي وبتكرر تتدخل وتهذر معي وبعد كده ده وبيقول لها انه قبل ما يتعب جده كان اصلا من الشباب اللي بيسوقوا في اسباقات العربيات السريعة دي فهي جات لها فكرة جامدة موت موت بجد يا جماعة مش هاها وكده رحت جابت خوزة ولابست هالو وزقت الكرس بتاعه كالنون في اسباق رايح جاي وفادلت رايح جاي رايح جاي جري بالراجل العجوز بس طبعا هو كان مستمتع قوي يعني بس اللي ما كانش عاجبه الموضوع هو سيو اللي قاعد يجري وراهم لحد ما وقفهم وهنا بقى جده قاعد مع ماي شوايا يتكلمه فهي سألته لو اتبسط بالجري بالكرسي وهو قال لها انه اكتر حاجة مفرحوه هو انها رجعت وطلب منها ما تختفيش تاني وقاعد يحكي لها عن ازاي اهل سيو مات وهو صغير وما تبقله شغر جده عشان كده هو قال انا عليه عشان لو مات هو هيعيش له واحد وعشان كده قال لها تفضل جنبه حتى لو هو مستفز شوية احيانا وانه كده هيكون مرتاح وقال لها ان الشركة عامل حفلة وانها لازم تروح مع خاطبها وتظهر قدام الناس وهي وفقت في الحفلة بتظهر معانا شخصية جديدة اسمها شاو بنت زي الامر من عيلة غنية برضو واللي معروف عنها انها بتحب سيو قوي وميتها في دباديبه وقتها بيكون في واحد بيحاول يطلب منها انها ترتبط بي وبيرخم عليها وبيقف قدامها عشان ما تشوفش سيو فهي بتتدايق وبتلطشه بالقلم وبتقوله ان كده كده جومان هيربيت يعني هو ما بقاش مخطوب خلاص فاضلها يعني وقامت حاول التغريه بقى وهو بعدها عنه وقال لها تتلم فهي فضلت تقوله ان خطبته ثابته يعني ايه حجته انه مايرتبطش بيها وسطها عالي شوية فقال لها الناس بتتفرج علينا راح اتمسكه كاس وكسره في الارض مهي فرجة بفرجة بقى اللحظة دي بقى بتدخل بنتينا الجامدة الحفلة وهي في كامل اناقتها كده وبتصدم الكل انها موجودة واولهم شاو دي بس في نص الحفلة بيسيبها سيول وحدها وبيعد يتكلم مع الضيوف على الشغل وهي بتجوع فبتروح تاكل في البوفيه بس شاوعينها كانت عليها طول الوقت ولما لقيتها لوحدها قررت تستفرط بيها بس بنتينا في الاول مدتهاش فرصة وكانتها تمشي بس خبطت في جرسون من اللي كانت بتشتغل معاهم في الكافية وبتحاول تكتمه وتخليه يمشي وهنا بقى بيت القطها المزة اللي هي وقفالها مستنية غلطة وبتقول لها ازاي تعرف واحد زي ده وانه مستحيل تكوني جومانة الحقيقية لانه عمرها ما تعمل كده ولا تسلم عليه زي ما عملت من شوية وقعدت تقول لها ان حتى لو كله صدق كتبتهم هي مش هتصدق حاولت تاخد شبطتها تفتش فيها راح اتميلة ساعتها قلم محترم تقريبا كده ده كان الاثبات المناسب لها ان هي مش مزيفة شاكل جومان دي كانت بتة قادرة ومفترية المهم سيود دخل وخد خطبته ومشي بس شاو ما سكتتش واتصلت باخوها قالت له ان حد ضربها والليس مدوده بالمناسبة وبيروح هناك عامل فيها سبع وجامل بس اول ما بتقوله ان جومانة هي اللي ضربتها بيتحول لقطها وبيقول لها فينها وقعد يدور عليها وبعدين قال لأخته انا مش حذرتك منها قبل كده ده حتى انا اتضربت منها اكتر من مرة وبعدين قعدوا يفكروا في انه غريبة يعني انها رجعت فجأة كده وهو افتكر ازاي زمان راح لها وقال لها ما تتجوزيش الواد اللي اسمه سيودة وهي قالت له انت جايبني هنا عشان تقول له الهبل ده خليك في حالك وضربته برضو ومشيت بس الواد دودو ده عمل حاجة غير متوقعة الحقيقة لانه طلع عارف مكان بيت ام ماي واللي كان فاكرها زمان برضو وما شكش انهم اتنين يعني هو جامد بس غبي المهم انه راح لهم هناك وحاول يستجوب امها واخوها بس هما ما فتحوش بقهم الحمد لله طلعوا ناس بتفهم يعني مش واطين طول الوقت او هسحب كلامي عشان هو عرض عليهم فلوس مقابل انهم يخلوها تقابلوا في حتة وشكلهم كده وافقوا وعند ماي وسيو بقى بنتنا كانت قاعدة تندب عشان اول مرة في حياتها تضرب حد ومنبهرة بنفسها في نفس الوقت فالجنتلمان بتاعها قاعد يقول لها انه اسف وما كانش ينفع انه يسيبها لوحدها وهي قالتلو انهم قدروا انه كان مشغول يعني فحاول يوضح انه هو وشاو ما فيش بينهم حاجة بس هي قالتلو دي حاجة ما تخصنيش يعني بتشرح ايه فهو خد الصدمة بقى وسألها هو انت مش غيرنا فقالتلو لا غير ليه انا مش خطبتك الحقيقية فاطأمص وقال لها انه بالنسبة له هي الحقيقية واللي بعد كده انتوا شايفينه عشان شكله استحلى الموضوع من ساعة الليلة اياها بس رانيت موبايلها قطعتهم في النص اللي بتكون امها بتقول لها على زيارة دودو وانه كان معاه صورة ليها وصورة الواحدة شبهها بالزبط وهنا ماي بتعرض على سيوء انهم يقولوا الجدو الحقيقة بما ان الناس كتير بدأت تعرف الموضوع ويعني هيتقفش قريب كده كده فتيجي منهم احسن لكن هو رفض في الاول بس بعدها وافق وراحوا عند جدو ومعرفوش يقولوا حاجة وفد يضحكوا زي المتخلفين كده وبس وبعدين سألوها يعمل ايه لو حد كدب عليه يعني سؤال عام طبعا مش عشان انتوا تكذبين سؤال عام فقال لهم ان اكتر حاجة بيقراها في حياته هي الكد وانه مستحيل يسامح اي حد هيكذب عليه وطبعا حبايبنا زي ما دخلوا زي ما طيلعوا ما ادرشش يفتحوا بقهم ولا يقولولوا حاجة فقعدوا يفكروا هيعملوا ايه لحد ما ماي قالت انها لازم تقابل دودو بنفسها وتتصرف كأنها جمان بس سويو ما كانش موافق وقال لها ان دودو ده مش هيفرق معا عشان اللي اتنين حرفيا نفس الشكل وهو بيحب جمان فمش عايزها تقابله بس هي قالت له انها بجدها تتصرف زيها فقال لها انها مش شبه جمان في اي حاجة يعني دودو هيعرف من اول لحظة انهم مش نفس الشخص فراح تتقمصت وقالت له كنت عارفة اني ولا حاجة بالنسبالة وهو راح وراها يصالحها وقعدوا مع بعض في البلكونة وقعدت تحكيله عن باباها وازاي كان بياخد باله منها وبيحبها بس للأسف مات وسبها وبقت وحيدة فطبعا ابننا مش هيسبها كده ومسك ايديها وقال لها ما تقلقش عشان هو معها دلوقتي بس هي فصلت المود وقالت له بقولك ايه انا جعت فجأة بابا حبيبي كان بيعمل لي اكل بالطريقة الفلانية يا ايه رأيك تجرب تعملهول انت كمان فقال لها انا ممكن اسأل الطباخ يعملهالك اسهل راح تقالت له انت بتعرفش تعمل حاجة غني انك تزعق في الناس رايح جاي جرب تعمل حاجة جديدة فاخدها تحدي بقى وقال يا انا يا الاكل ده النهاردة بس كسفنا اللهبل عشان ما كانش عارف يكسر البيضة جوه الطبق وخلص كرتونة البيت كلها فهي قعدت تضحك عليه وعملت فزلوكة وقالت له هات كده وريك ازاي تكسر البيض اتفرق بس اتفرق وهو اتفرق فعلا بس على البيضة وهي بتتكسر بره الطبق برضه تجي كسوف وهم بيهزروا بقى وبيترياوا على بعض خبط عليهم حد ودخلت واحدة سكرانه وبتقول طلعه بره بيتي فهو كان هيبلغ عنها بس ما يوقفته وقالت له استنى بس نشوفها كده لما قربت منها البيت فقت من العدم ونادتها بجومان بعدين خدت بعضها وجريت وقالت معلش سكرته مخدتش بالي وطلعت اتصلت بحد وبين الحد اللي اتصلت بي ده ابوها وقالت له انها شافتها وقال لها ترجع فورا وهم بيأكلوا كان سيو بيتكلم بس خلاص بنتنا فصلت وكررت مش هتنام غير على كدف وهنا مش هتتحرك من مكانها فقال لها تمام بس شوية وهصحيكي مش هينفع ننام هنا بس طبعا كلنا عارفين ايما هيصحوا الصبح يلاقوا نفسهم لسه على نفس الترابيزة وده اللي حصل فعلا وتاني يوم الصبح بيصحوا وبتقول له انها عايزة تعوضه عن النومة الهباب اللي نامها دي وهو قال لها تروح معا الشركة النهاردة بما انه معندهاش حاجة تعملها وكده بس بتفضل طولي اليوم قاعدة جنبه وكده مش بتعمل حاجة وزهقنا موت وبيجيله اجتماع فبيسيبها في مكتبه وبيقولها ما تتحركش منه ولما بيطلع بيتكلم معده شوية عن المشروع اللي كان فكرة جمان الحقيقية زمان ويكون حد شبه حد قوي كده ما ممكن تطلع جمان في الاخر وبتضحك عليه واكد دلوقتي طالما معاها معلومات المشروع القديمة هتكون عدلت عليه وكل ده خدع في الاخر والكلام نوعا ما دخل في دماغ سيوه فلما رجع مكتبه تاني شافه وهي بتاخد حاجة من على الارض وشك فيها وقال لها ورين اللي في ايدك واللي بيطلع في الاخر الالم بتاعه اللي كان على المكتب ووقعته بالغلط فهو قال لها تحضر معا الاجتماع بخصوص المشروع ده واللي قرر انه ما يكملهوش ووقتها اعترض ناس كتير من اللي كانوا في الاجتماع وعملوا تصويت وطبع الرأي سيوه هو اللي كسب وخلاص هيلغوا المشروع بس ماي ما كانش عاجبها انهم يلغوا عشان الناس الغالبة اللي في المنطقة اللي كان هيتعمل فيها المشروع بس هو قال لها ما تدخلش وفي الوقت ده اتصلت عليها امها وقالت لها ان دودو بيدور عليها وقال لها تقابله على البحر وكانت هتقول لسيوه بس هو كان مقموس عشان هي كانت بتعرضه فمرضيش يسمعها يسابته ومشيت وقالت له خلاص هتصرف انا وراحت فعلا تقابل دودو اللي كان بيعمل حاجة غريبة قوي كان قاعد عند البحر بيلعب في الرملة بألعاب العيال الصغيرة فلما رحت له قال لها بقالنا كتير ما شفناش بعد فقالت له معلش فكرني كده هو انت مين والواد خد الصدمة وقالبه كان هيوقف خلاص وقال لها زي تمثل انك ما تعرفنيش فسكتك كده وبعدين قالت له معلش فكرني تاني اسمك كان ايه فبيزعل وبيفكرها بأيام ما كان هو وجمان صغيرين وهو بيلعب في الرملة زي كده زمان وبيقول لها تلعب معاه بس قالت له ما بلعبش مع عيال صغيرة حل عني بس قالت له معلش والله مش فاكرة حاجة من دي ويعين الواد كان هيعيط ويع في الارض وخلاص وانهار هي اضطر التمثل انها عندها فقدان زاكرة ومش فاكرة حاجة فقال لا ما تلاقيش انا هفكرت وطلع من جيبه خاتم وقال لها فاكرة فقالت له انت عرضت عليك جواز قبل كده فقال لها اوه فقالت له هل انا وفقت قال لها لا بس خدت الخاتم وعرضت بالجواز على سيو وهي زي زيك كده تخضت وهو قاعد يحكي لها بقى زي ما انتوا شايفين وهي قالت له ايه العبط ده انت زي لسه بتحبها قصدي بتحبيني بعد الحركة دي فهو قال لها انهم يعرفوا بعض من وهم صغيرين وكبروا سوا هي اللي اتخبطت في دماغها وجابت الود الملزة اللي اسمه سيو ده وقاعد يقول لها انه حتى مش فضيلك انما انا فاضي وعندي وقت كتير اخد بالي منك وفسحك فقالت له والله من كلمة بين انه احسن منك معلش يعني فطأ مص تاني انا متأكدة ان الود ده معاش هادة معاملة قطل مفيش كده بجد فهي قالت له ما تزعلش انا حسكي يوتي يعني فقال لها فعلا طب اسمعي بقى عندي قصة كمان احكي هالك من لما كنا صغيرين وفادل يكل في ودنها ساعة حكاوي وبلاوي وكل الكلام ده وعندي سيو بقى هو عمل لنفسه اكل نفس الاكل اللي عملتها له ما يمبارح بس شكلها ما كانش عطفي فلما دخل عليه ده وقاعد يقوله ازاي الطباخ يعمل اكل زي ده بس لما قاله انه هو اللي عملها تكتم لا وكمان خلاه يكل منها غصبة عنه عقبا ليه عشان يبقى لسانه يطول بعد كده وهم بيأكلوا تكلموا شوية وده وقاله انه لما كانت جموان موجودة ما كانش كده يعني لكن اخد باله انه زودها واعتذر بس عشان ابنينا طيب وكيوت قاله عادي انت بقى لك كتير بتشتغل معايا فبعتبرك صاحبي وبعدين معاك حق فعلا المهم انك برضو افضل دور وراها عشان عندي احساس انها لسه بتدبر لحاجة في نفس الوقت الودودو تقريبا تعب من كتر الكلام ففصل شوية وما يفكرته نام بس طلع صاح للأسف وقعد يقول لها انه مبسوط قوي النوم سوا دلوقتي وان دي اول مرة تقعد معا فترة طويلة يتكلمه فهي قالتلي بص انا مش عارفة كنت بعملك ازاي الزمان بس انا شايفة انك لازم تدورلك على حد تاني تستهله ويستهلك يا ابني يعني شوف لك واحدة بنت حلال وفكك مني وطبعا لو واحد عائل عنده دم هيتكسف ويسكت ويقول لها معاك حق بس لا انا قلتلكه الكائن ده غريب عشان قال لها لا انا حب ليكي مفيش حاجة تقدر تغيره والبنت خلاص تعبت وجابت اخرها فقالتله هامشي بس مسك فيها وقال لها تتغدى معاه فهي رفضت في الاول بس قعد يزن لحد ما وفقت في نفس اللحظة بقى بتكون اخت شاو وقفة على البحر ومعها كانوا واحد كده بين كانوا هيصوروا حاجة بس ما مشيتش المواضيع ولمحت ماي ومعها واحد من بعيد ومسكت فيهم وراحت اتصلت بسيو تقول له تعالج ومن بتخونة وفي المطعم كان دودو لسه مش مبطر رغي برضو عمال يحكي الماء على مغامراتهم وهم صغيرين وشورت تتسحبوا معاها كاميرا عشان قال ايه تصورها وتقول انها افشتها بس بيطلع اخوها في الاخر وطبعا هي عارفة ان جمان كانت بترفض اخوها من زمان فمستحيل يكون بينهم حاجة وهنا بدأت تستوعب الهباب اللي هاببته بكونها اتصلت على سيو وقالت لي يجي على هناك اللي ما فيه شوية وشرف هو كمان وكانوا قاعدين هما اللي اربع بيبصوا البعض في صمت تحد ما دودو ده قرر يفتح بقه ويغي تاني فبدأ العك بان الباشا قرر يمسك في شاو اللي قاعدة جنبه ويقرب منها بالشكل ده وده طبعا دايق الهانم اللي راح تشد دودو وبتبص لهم لكن مفيش حد عبرها ولما حست نفسها متضايقة قامت وكانت هتمشي بس هو قالها تلف ترجع تاني وقالها انت زي قريبة منه كده وانا معيش فلوس كفاية ليكي ولا ايه فهي حاولت تواشوشي وتقوله انها كانت خايفة يفضحهم بس هو خلاص كانت عصب وكمل عك لانه قال بقى انه مش فارق معاية فتحه ولا لا كل ده فيك اصلا واكيد هي مش هتقرب من واحد تاني غير عشان الفلوس ده ما قربت منه وده طبعا جرح مشاعرها وكرامتها فخدت بعضها ومشيت وقالت له مش عايزة شوفه الشك تاني وبعدها كان بيحاول يتصل عليها بس ما كانتش بترد وجات له البت شاو دي تاني وقعدت تقوله يا بات عندك عشان ما تستهواش بالليل وخاطبتك مش موجودة وكلام من ده فقالها حلي عني وروحي بيتكم بس هي كملت وقالت له معرفش انت شايف فيها ايه الصراحة انا سمعت انها سرقت فيلات مهمة من شغلك قبل ما تهرب هو معرفش ازاي انت لسه معاها اصلا لسه هيتخنقوا وراح جدوا رن عليه وقال له ان فيه واحدة جاية بتقول ان بنتها عندهم وكلام غريب واللي بتطلع ام ماي في الاخر بتمثل عليهم وبتعايت لجده وبتقوله انها عايزة بنتها ترجع لها وانها مش قادرة تعيش من غيرها وقاعد سوي ويتخنق معاها لما وصل لحد ما جده تعب زعق فيهم فرح طردها وطبعا جده كان محتاج يعرف الحقيقة فقال له طبعا خلاص مفيش حاجة تستخبه في بيت ماي بقى امها رجعت ولقيتها هناك وسألتها لو تخنقت مع جوزها وقعدت تقولها ان عالته كبيرة وغنية وان حتى لو هو بيعملها وحش تحاول تستحمل عشان امها واخوها وجامعته بس هي قالت لها من بكرة هترجع تشتغل وديتها الفيزة بتاعتها وقالت لها تشتري يدوم لابنها عشان الناس ما تبصروش بصة وحشة في الجامعة وكده وثابتهم ودخلت قضيتها يرجع لبيت سيو وجده كان لسه عايز يعرف ليه كدبه عليه وهو برره ان حالته الصحية ما بقتش كويسة والدكاترة قاله انه لازم يعمل العملية وهو كان رافض فكان لازم يشوف طريقة ويتصرف عشان كده اضطر انه يجدب عليه فجده قاله انه كان نفسه يشوفه هو وجمان متجوزين بس تقريبا مالوش حظ انه يشوف ده وبعدين سألوا لو هو وماي كل اللي بينهم كان عقده بس وطبعا ابننا شايف كده بس جده قاله انه شايف انها بتحب وهو الحقيقة حبيبها اكتر من جمان الحقيقية حتى فيعني فكر كده ودورها في دماغك واعمل اللي قلبك بيقولك عليه وقاعد يفكر مع نفسه لحد ما استوعب انه فعلا بيحبها مش مجرد تمثيل وعقده كده وبس وتاني يوم بقى بتبدأ مايش يغل جديد كحارسة انقاذ من بطوع البحر دول وكان فيه واحد بيدربها وبيرقصه رأسة غريبة كده وبعدها بيعملوا قسم اغرب للبحر وبيديها الحاجات اللي هتحتاجها وبتبدأ شغل وفي نص اليوم بيتبع عليها دودو واختشوش وقصت شايف ومستغربين ازاي بتشتعل هناك وشاو بتقول لها انها تجننت مش بس فغضت الزاكرة بس دودو بيقول لها انها جامدة ومعجب بيها لانها حتى وهي غنية قررت تشتغل في حاجة زي دي بس اخته سابت كل حاجة وقالت لها هو انت وسيو كده انفصلته ازاي يسيبك تعملي كده فقالت لها اه فخلاص بقى يبقى صحاب مايتحرس البحر وشاو تسرق منها خطبها وكده متعدلين ازاي بقى والله معرف وفي شركة ماكس سيو بيكرر يكامل المشروع اللي كان هيلغيه والمساهمين بيفرحوا بيرجع مكتبه بتكون شاو هناك واول ما بتشوفه داخل بتقف زي ما انتوا شايفين كده يا بنتي الهبل ده ما علينا هو بيتجهلها اصلا فبتحاول تغريه تاني بس بيبعدها عنه وبيقول عليها نموسة مستفزة فبتقوله انت عارف ان الحل الوحيد انك تدوي جرح القلب هو انك تشوف حبيب جديد فهي عملت دور تعبان كده ونامت عليه وقالت بص ده انت قلبك بيدق بسرعة قوي بس هي اصلا كانت نايمة عالجنب اليمين مش الشمال خلاص يا بنتي ارجوك يا انا تكسفتلك المهمة هو بعدها زعق لها وهي اخيرا حست على دمها ومشيت بس يعني مكسورة الجناح حزينة يعيني وبعدين بيطلب من داوي يجيب سماعة الدكتور وبيقوله يسمع دقات قلبه وهو بيفكر في جمان مرة وهو بيفكر في ماء مرة اول مرة كانت دقت قلبه عادية مفيش حاجة بس للمرة التانية قلبه قاعد يدق اجامة قوي لدرجة ان داوي نفسه اتخضه وقال له يا عمنا قلبك نفسه اعترف خلاص بتحبها يعني بتحبها وعند مي ودودو هي قالت له الحقيقة وكرر يوصلها لحد البيت وتفاجئ من المكان فهي قالت له يا ابني ما انا قلتلك انا مش جمان الحقيقية خلاص بقى استوعب وخلصنا وهو سألها لو هيفضله صحاب وهي قالت له طبعا ما احنا بقينا حراس البحر بعدين قاعد يتكلم شوية عن سويو وانه شاب كويس وكلام كده ما يطلعش من دودو يعني بس اهو طلع فهي قالت له دلوقتي بقيت بتوفى راسين في الحلال فقال لها ان حتى لو هي مش جمان هو برضو هيبقى عايز يشوفها سعيدة وخلاص كله فل بس مجرد ملف قاعد يعاية زي العيال وطلع يجري وهي لما طلعت البيت وكانت رايحة على قوضيتها شافت اخوها بيذاكر ففجأة وقفها وقال لها تاخد بالها وهي استغربت وتنشته ولما دخلت قوضيتها بقى فهمت اللي فيها عشان سويو كان مستخبي على سريرها مستنيها ترجع عشان يخضها وهي اتخضت فعلا وقالت له بتعمل ايه هنا وحاولت تطرده بس مسك ايدها وحطها على قلب وقال لها بص قلبي بيدق بسرعة ازاي عشانك يا اللي ما عندكش دم فقالت له عايز ايه يعني فقال لها بحب فعملت فيها بيت جامدة فقعدت دلع عليها شوية ويزن وقال لها انه عايز يفضل معها للأبد وكمان يخضها ويروح يتفرج على شروق الشمس على البحر زي ما ابوها كان بيعمل معيها والصراحة كان كيوت خالص كده وهي طبعا ما قدرتش تمثل الجمدان اكتر من كده زي ما انتو شايفين بقى الباقي تخيلوه انتو وع البحر كان دودو قاعد على الارض بيلعب في التراب مع نفسه وبيعيت وراحت له اخته وقالت له يلا نرجع البيت انت عارف انك ما تقدرش تكبر حد انه يحبه واللي اتنين منكسرين كده الصراحة صعبه علي بس هي قالت له لو عايز تلعب ما عندش منع لعب معيك وقعدوا يلعبوا سوا وتاني يوم بالنهار بيروحوا المستشفى سوا عشان جده خلاص قرر يعمل العملية واللي بيقوله من مش فارق معه لو جومان او ماي المهم انه عايز يشوف سيو متجوز ومبسوط ويتطمن عليه مع حد كويس وانه خلاص مبقاش فارق معاه بس لو طلع من العملية بخير هيحب يحضر فراحهم وسيو طبعا بيقوله انه هيطلع منها كويس وبعدها جده بيطلب انه يتكلم مع حفيده الواحد شوية فماي بتستأذن وبتطلع وتسيبهم بيسأله على المشروع بتاع جومان ولو هيروح القرية اللي هيتعامل فيها قريب وبيحضروا من احتمالية انه يكون في فخ هناك وانه جومان اختفت في ظروف غريبة بعد ما هربت منه وانه هي بنسبة كبيرة الفلاشة اللي عليها الشغل اديتها لابوها اللي قاعد في القرية دي من لما هي اختفت وانه عنده احساس وحش تجاه مرواح سيوه هناك وبالليل بيفكر مع نفسه وبتدخل علي مي وبيقولها انه قرر يكامل المشروع وانه هيروح القرية وهيقعد هناك كم يوم فبتقوله عايزة روح معيك بس بيفتكر كلام جده فبيقولها لا وهي بتتقمس وبتقوله هتاخد مين معاك يعني فبيهرب منها وبينادي على داو وتاني يوم الصبح بتساعده يجهز للسفرية وبتديله حاجات كتير كده يخدع معي وبعدين معرفش ايه اللي بيحصل ده بس بيقولها تعلمت الحاجات دي فين فقالت له انه المسلسلات طبعا فقال لها طب ما توريني كده تعلمتي ايه وبرضو الباقي مع نفسك يا جماعة عيب كده وبعدين بيتأخر على السفرية شوية وبيقولها تاخد بالها من جده ومن نفسها ومهما حصل ما تروحش القرية وراه ولا تدور عليه وهي بتستغرب وبيقعده يتنقره بس مش ده المهم دلوقتي عشان في نفس الوقت بيحصل حاجة غريبة يعني السواق بتاع سيو بيروح على داو وبيسأله على بسوارد حاجة وبيقوله لقيته ولا لا وبيقوله معاك عشر دقايق عشان مش هعرف اخلي الراجل دا يتأخر اكتر من كده وبيدخل داو يفتش في البيت بطريقة مريبة كده وانا الوقت دا ما كنتش مرتحله خالص من اول يعني المهم وهو بيفتش بيطلع سيو ناسي مبايله جوه وبتروح ما يتجبهوله بس بتشوف داو جوه وبيكون مريب كده بس عشان هي طيبة وعبيطة مش بتاخد بالها وبيكنها عنه كان جاي يدور على نفس المبايل اللي هي جاي عشانه ومن هنا بيبدأ يبان كل واحد على حقيقته يعني داو دا مية في المية طلع خاين وبيشتغل مع ابو جومان من تحت لتحت وبيعرفوا كل خطوة سيو بيعملها وعشان كده لما كان بيتفرج على الكارية طلعوا عليه الناس اللي عايشين هناك بيطلبونه يمشي وانهم مش محتاجين فلوسه عشان وصلهم معلمات غلط انه من عيلة غير عيلته بس وهو بيحاول يبعدهم عنه بيقع واحد منهم وبيقول انه اعتد عليه وبيكون في ناس بتصور من وراء الشجر وبينزلوا حاجات في الصحافة بقى وكلام كتير بينتشر وقتاري دي الخطة بتتنفذ واحدة واحدة واللي بينفذها هو ابو جومان في نفس الوقت ماي بتكرر انها تروح تدور على خطبها عشان جده تكلم معاها وقال لها انه عارف الحقيقة وهي ان جومان ما بقيتش عايشة بسبب ابوها بعد ما سلمته الفلاشة اللي عليها اسرار شغل سيو ان ابوها دلوقتي موجود في الكارية اللي هو راحة وانه خايف علينا انه ممكن يكون في خطر عشان كده هي رايحة وراه عشان مش وثقة في ده ولا في حد من اللي معاه بس للأسف ما كانش سيو هو اللي اخدها لما وصلت كان ده وانه اللي وداها البيت ابو جومان اللي بيكون عارف عنها كل حاجة ولما بتسألوا انت مين بيقول لها انه ابوها وانه هي وجومان اخواتها وانهم لما حالتهم المادية اضطروا يتخلوا عنها عشان كده حد تبنيها وانه ندمان بقى والكلام اللي انت عارفينه ده بس هي قالت له انها مش بتعتبروا ابوها ويا ريتي بطل الفيلم اللي بيعملوا ده ويقول لها فين خطبها اللي في نفس الوقت بيكون عايز يرجع بيته بعد كل اللي حصل خصوصا بعد ما نزل مقالات عنه والكلام عليه كتير وكله زي الزفت بس ده ومش بيسمح له وساعتها بيكتشف حقيقته وانه كان بيخنوا كل الوقت ده لا وكمان بيسلموا الابو جومان وبيهدده بوجود ماي في القرية ومع الراجل المفتري ده اللي كشف خطته كلها البنته وقال لها ان كمان ساعات شركة ماكسة هتكون بتاعته واللي مجرد ما ده يحصل سيو ممكن ينتهي بيه الموضوع مخلص على نفسه زي ما جومان عملت وبصراحة مش عارفة اب بيه اللي بيتكلم كده يخرب بيت اللي افترة المهم انها بتطنش كلامه وبتقوله انها تدور عليه بنفسها فبيفتكر بنته التانية اللي كانت برضه مش موافقة اللي بيعمله عشان كانت بتحب نفس الشخص وانه قاعد يقول لها ان الحب والحاجات دي ملهاش ستين لازمة وانها لازم تعقل ولما ما سمعتش كلامه ضغط عليها لحد ما عملت اللي عايزه وماتت استجابها في سيو طبعا وقال لها انها تبقى عبيطة زي اختها لو هتروح تحاول تنقذه او تدور عليه فهي قلت له ان اختها صعبانة عليها انها كانت عندها قبز بالا زي وكبرت معا وانه هو اللي كان السبب في كل اللي حصل ومع ذلك مكمل زي الحيوان بالزبط وكمان بيستغل بناته عشان يوصل فبدل ما يحس على دمه خلهم يحبسوها وفي الناحية التانية عند سيو بعد ما اكتشف خيان الدو كمان كله بدأ يبال لان اسهم الشركة بقالها فترة في النازل ومن الواضح ان ابو جومان هو اللي كان بيشتريهم عشان يبقى ليه نصيب كبير في الشركة فيعرف ياخدها تمام ده مفهوم عايزين ايه اكتر بقاه طلعوا عايزين باسورد الفلاشة المسروقة اللي فيها كل المعلومات عن الشركة وبدأوا يهددوه بمي اللي كانوا بيهددوها برضو انها لما اتصلتش بي واخدت منه الباسورد هيقتلوها وفي اللحظة دي بيتدخل واحد كان سيو متفق معاه في حالة انها جات وراه يكون ماشي وراها ويحميها وبيتصلوا بالبوليس علشان ينقذوه وهو في الحقيقة اكل عالق تموت من ابوها عشان ما كانش راضي يديهم الباسورد وفيدي اللي رخم عليه بالكلام لانه كان عارف انه هو كذبان في الاخر بس اتضرب لما تعدم بس في نفس الوقت بيدخل ده وبيقوله ان كل الاسهم اللي كان المفروض يشتريها اشتراهم حد تاني وهم دودو وشاو باسم علتهم وفعلا مايو الرجالة اللي معاها بيوصلوا لسيو بسرعة بس بيحاول ابوها يقتلها او يقتله يعني هو اي حد وخلاص بس هو بيشوفه بيقوله انت عايز بناتك اللي اتنين يموتوا بسببك فاخيرا الراجل ده بيخلي عنده دم وبيستسلموا البوليس برضو بيوصل في نفس الوقت فخلاص كده راحت عليه وبيترمي في السجن باقي حياته وبعد كم يوم كل حاجة رجعت طبيعية وبيروحوا يزوروا جده في المستشفى بعد ما خلص عمليته نجحت وبدأ يبقى كويس بس مش بيلقوه في قطه والممرضات بيراخموا عليهم وبيخضوهم بس في الاخر بيطلع بيشم هوا فوق السطح عادي وبيحاول يقف على رجليه وبيقوله منه كان هيموت كذا مرة فخلاص يعني تمشي بسيطة مش هتعمله حاجة وانه محظوظ عشان هيقدر يشوفهم متجاوزين بس ماي بتقوله انها مش هتتجوزوا والرجالة اللي اتنين بيتخضوا وبيسألوها ليه وبتقولهم انه معرضش عليها الجواز لحد دلوقتي فجده بيهزقوا لحد ما بيقوله انه كان ناوي والله بس هما اللي مستعجلين عليه بالليل بقى بيقعدوا سوا وبيفكروا في اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا وماي بتفكر فختها جومان وهل هتكون مبسوطة بيها وانها هتتجوز الراجل اللي هما اللي اتنين حبوه وبيتكلموا شوية وبعدين سيو وماي بيبعدوا بعض انهم هيفضلوا مع بعض وهياخدوا بالهم من بعض طول العمر وبكده يكون ملخصنا خلص النهاردة اتمنى الملخص يكون عجبكم واشوفكم في ملخصات حلوة كتير جاية ويه سلاة